اشتركوا في القناة في لقاءاتهم الحوارية وقد ألقي القبض عليهم لإجراء التحقيقات وهناك من ثبتت التهم عليه وتم بالفعل سجنهم وفي هذا التقرير هنرصد مشاهير تعرضوا للمحاكمة بسبب المخدرات الفنانة دينا الشربيني تم القبض عليها في صباح يوم الخاميس 18 نوفمبر عام 2014 بعدما دهمت قوة من المباحث منزل عاطل بالزمالك استنادا على معلومة بإجاره في المخدرات ووجدت الفنانة الشابة داخل المنزل بالإضافة لـ 30 جران كوكاين وبندقية آلية ومبلغ 26 ألف جنيه واعترفت الفنانة دينا الشربيني إنها اعتادت شراء حاجتها من المواد المخدرة من هذا الشخص نافية علاقتها بالسلاحة التي تم الحصول عليه وقتها وكانت محكمة جنيات القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس قد قدت برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله في فبراير 2014 بحبس الفنانة دينا الشربيني سنة وتغلمها مبلغ 10 تلاف جنيه على خلفية ضبطها أثناء مدهمة شقة صديقها المتهم بقضية إحراز مواد مخدرة الفنان أحمد عزمي ألقي القبض على الفنان أحمد عزمي عام 2018 في منزله بمدينة شرم الشيخ وبحوزته كمية كبيرة من المخدرات عندما كان يغضي أجسته هناك وبعد حبسه 15 يوم تم إخلاء سبيله بكفالة قدرها 2000 جنيه على زمة التحقيقات المطر بريكو ألقي القبض على المطر بريكو وعدد من أصدقائه بتهم التعاطي المخدرات داخل إحدى الشقاء بالمجورة الثانية في مدينة العبور وتم حبسه لمدة عام الفنان سعيد صالح أشهر قضايا المخدرات في الوسط الفني عندما أقولك يا القبض على الفنان الرحل الكبير سعيد صالح في عام 1991 بتهم التعاطي في إحدى أوقار المخدرات بحي السيدة زيند وتم حفظ التحقيق معه لكن تم دقته مرة أخرى بتعاطي المخدرات بالإسكندرية وقدم للمحاكمة وصدر حكم ضده بالسجن لمدة عامة قضاها بسجن الحضرة بالإسكندرية وأفرج عنه بسلسي المدة الفنانة نوها العمروسي في عام 2015 تم القبض على الفنانة نوها العمروسي بصحبة المخرج السينمائي عمري فاروق بتهمة حيازة مواد مخدرة وتم دبطها مع تسع أشخاص آخرين داخل محل بالزمالك يمتلكه المخرج وظلت في الحبس عدة أسابيع ثم أثبت الطب الشرعي عدم تعاطيهم المخدرات بعد إجراءهم التحليل التي أصرت نوها على إجراءها وتم إخلاء سبيلها بكفالة قدرها 10.000 جنيه الفنانة نيفين مندول ألقت قوات الأمن بمدرية أمن الإسكندرية القبض على الفنانة نيفين مندول بحوزتها كمية من مخدر الحشيش بقصد التعاطي وأكد مصدر أمني بمدرية أمن الإسكندرية وقتها في تصريح إن قوة من قسم شرطة محرم بك قد اشتبهت بسيارة تحاول الهرب من الكمين وعلى الفور تم ملاحقتها وبتفتشها عصر بها على مخدر الحشيش وتبين إن السيارة قيادة الفنانة الشهيرة نيفين مندول وتم تحرير محضر بالواقع وأحلتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق وكانت الفنانة نيفين مندول قد ألقي القبض عليها في عام 2013 بالقاهرة الجديدة لاتهمها بتعاطي الهيروين الفنانة الراحلة مجد الخزيب دخلت الفنانة السجن عندما تم القبض عليها عام 1986 بتهمة حيازة المخدرات ومعها صديقها السوداني أمين محمد علي وسيد اسماعيل بعد تفتش منزلها والعصر على مخدر الهيروين فعقبتها محكمة جنايات القاهرة في حكمها الذي أصدرته في منتصف عام 1987 وقتها بالحبس لمدة عام وقد أخلت المحكمة سابلها عقب صدور الحكم لأنها كانت قد مكست في الحبس الاحتياطي 16 شهر على زمة التحقيق الفنان هيسا محمد ألقت قوات الأمن القبض على الفنان هيسا محمد في شهر إكتوبر عام 2016 أثناء تعطيه مواد مخدرة داخل سيارة بمدينة بدر وأصدر قاضي المعارضات المستشار حاتم كمال بإخلاء سبيل الفنان هيسا محمد بكفالة قدرها ألف جنيه لاتهامه بحيازة مواد مخدرة مع اتنين من أصدقائه الفنانة انتصار تورطت الفنانة انتصار في قضية مخدرات بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة من إلقاء القبض عليها وهي في حالة سقربين أثناء قيادة سيارتها الملاكي بصحبة 3 كويتيين مخترقة حظر التجول عام 2013 إلا أن النيابة أمرت بإخلاء سبيلها بكفالة قدرها 5000 جنيه على زمة التحقيقات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر